اشتركوا في القناة النهاردة معينا في حلقتنا ومتابعة لقضية نيرا ومحمد هنشوف ايه اللي حصل جديد فيها الحقيقة انا حاسة ان احنا قدام مسلسل تركي كل يوم احداث جديدة احداث بتحصل والحقيقة مش عارفة بتطلع منين فيديوهات وصور وتفاصيل جديدة واصرار بتنكشف لينا كل يوم طب ليه اللي بيحصل ده الحقيقة مش عارفة بجد ليه ولكن في ناس كتير جدا بتحب اتبع القضية دي وبتحب توصل معاها للنهاية ونشوف ايه اللي هيحصل بالزبط بداية كده مهما بتكون الظروف والدوافع وراء الجريمة الجانب ياخد حكم وده شيء طبعا متفقين كلنا عليه ما بتنفعش ابدا عن مرتكب الجريمة ولكن بندور على اسباب والدوافع وراء الجريمة ياريت الناس تفهم الموضوع ده كويس هنشوف مع بعض بقى الجديد معنا النهاردة الجديد الحقيقة انتشار فيديو مصرب الفيديو ده لنهيرة من داخل المشرحة طبعا شيء فضيع جدا بالتأكيد مش هنقدر نعرض لكم الفيديو ده وده لانه بالفعل شيء غير اعدمي مين اللي صور الفيديو ده وياترى اهل نايرة ووالدتها حالتها ايه لما شافت الفيديو ده وياترى اللي صور الفيديو ده مين وصور فيه ايه واتقبض عليه ولا لأ كل التفاصيل دي معنا النهاردة في الفيديو وفضلا وليس امره ما ننساش نضغط لايك للفيديو هرجع لكم مرة تانية بعد الفاصل اتفاج الاساس اشرف الغريب والد الطالبة نهيرة اشرف بانتشار فيديو خاص ببنته الفيديو ده من داخل مشرحة مستشفيات المنصورة الدولي الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو اصاب الاسرة بحالة جديدة من الصدمة لما يتضمنه الفيديو من مجاهد قاسية والحياة مش بس كده ده كمان الفيديو ده بيتم تدوله وتناوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والناس بتشيره وكشف لنا المحامي خالد عبد الرحمن ان وراء تسريب الفيديو ده احدى الممرضات بالمستشفى مستشفى المنصورة سورونا متنانة نهيرة من المستشفى التغصصي لمستشفى المنصورة الممرضة دي اسمها مونة وتم القبض عليها اما الاستاذ خالد عبد الرحمن كان محامي قسرة الطالبة نهيرة اشرف اتقدم ببلاغ للنائب العام وده لان بالفعل فيديو زي دوة تصويره طبعا غير ادمي طب والدة الطالبة نهيرة سنة بتراص ايه اللي حصلها لما شفت الفيديو دوة الحقيقة اصيبت بحالة من الانهيار مش بس كده ارتفع عليها الضغط جدا ونقلوها لاحدى المستشفيات ولكن طبعا مع اجراء التحيات اكتشفنا ان مش مونة بس هي اللي صورت فيديو زي دوة اول ما تنعلت نهيرة للمستشفى كل الطلبة اللي راحوا معيها واللي كانوا متجمعين وقت الجريمة وساعة ارتكاب الجريمة طبعا في ناس كتير ما تدرش ان هي تتدخل او تحوش او تمنع الجريمة راحوا معاها طبعا من مستشفى تخصوصي لمستشفى المنصورة الحقيقة كان فيه ناس كتير وقفة بتصور الحقيقة شي صعب جدا ليه التصوير في وضع زي دوة مش عارفة ليه ويا ليه تكتفوا بالتصوير بس الا طبعا الصور نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل كاننا بننشر صور لفرح او لشي او مناسبة جميلة وده شي خاطئ جدا استخدام الانترنت بطريقة غلط استخدام الانترنت لترويع الناس خلي بالكم مش كل حاجة تنفع ان هي تتصور وتنزل احنا ممكن بالفعل نصور ساعة ارتكاب الجريمة ولو ان الاولى هو ان احنا نحاول نمنع الجريمة وليما يقدرش يمنع جريمة زي دي وفعلا نصور ياخد الفيديو اللي صوره دوة ويطلع ويقدم بيه بلاغ مش ينشره على الانترنت الحقيقة نتعامل بسلوب خاطئ جدا مع السوشيال ميديا تعالوا نكمل بقى تفاصيل الواقع والد نيرا ايضا بعد ما شاف الفيديو ده انهار جدا صرخ وقال حزبنا الله ونعم الوكيل ربنا يصبرنا وقادر على كل شي اما شقيقة نيرا قالت ان في ناس بتكلمها وتقول ان هما مناموش بعد الفيديو يومين كملت تصرحتها وقالت طب احنا حد تخيل احساسنا ايه وجعنا ازاي اخت اللي من دمي بيتموت لوحدها وما حدش جنبها واصحابها يدخلوا امتحاناتهم عادي وهي يا حبيبتي تروح مكان تاني بس انت جميل عند ربنا لا يدرك بشر يا نيرا منعمة بالجنة يا رب ادعو لها دائما ودعو لنا بالصبر وطلبتها دير على صفحتها على الفيسبوك بالدعاء اللي مامتها وقالت بتمنى لها الشفاء العاجل ادعو لها بالعودة السالمة ادعو لها ان هي تعود لبيتها وسط اولادها وزوجها كتبت وقالت اللهم اشفيها اللهم عافيها ورجعها لنا يا رب اشفيها اشفي ماما واويها اويها ان ربنا يخليها لنا يا رب ادعو لها والنبي ربنا يشفيكي ماما سناء يا غالية يا ست الكل ودي كانت ردود افعال اسرة نيرا حالي اقول لكم جي في ايه 59 سنة كشفت كرسة المشرحة لتسريب هذا الفيديو الصادم جثة بتفترج السرير وده داخل غرفة التشريح بتقلبها يدين يمينا ويسارا وبيظهر وجه فتاة ملتقن بالدماء وهو طبعا زي من تعرفين وش نيرا بها طعنات نافذة في انحاء جسدها منحورة من رأبتها بالسكين الحياة الفيديو صعب جدا وصادم وعلشان يتم الابضع لمونة لصورة الفيديو دو بعد التحقيق مع جميع التقم الطبي والتمريد في نباتشيت المستشفى يوم الوقع والموافق يوم 20 يونيو سنة 2022 تبين بالفعل ان مونة هي لصورته ممرضة بنفس المستشفى مقيمة بالسين باللاوين وهي من قامت بالتقاط الفيديو وتم اقضيادها لقسم الشرطة وجار التحقيق معها الحياة مش بس كده البلاغ كان النائب العام وكمان لرئيس الجمهورية وده ضد المشرحة نفسها مستشفى المنصورة مستشفى الدولي في المنصورة وده بسبب تسريب الفيديو طب ايه بقى موقف مدير المستشفى اكد الدكتور احمد حشيش مدير مستشفى المنصورة العام الجديد اللي هي الدولي سابقا قال ان الفيديو المتدول على صفحات السوشيال ميديا لم يتم تصويره داخل مشرحة المستشفى مبرر داكالاتي قال ان الوقع كانت بتوافق يوم الاثنين حيث كان الاستقبال في المستشفى العام ومن ثم توجهت بعدها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وقال مبرر تاني قال ان المشرحة لا يوجد بها ترولي كمان نفع عمل اي ممرضة داخل المشرحة وقال ان جميع العاملين بها رجال فقط وانه مسموح بدخول السيدات المسؤولين عن الغسل فقط يعني من الاخر حاول يباين ان الوقع دي ما تمتش عنده في المستشفى معناها كده انها تمت في المستشفى العام والحقيقة تحييات قالت كلمتها وتم الابضع لمونة لكن الحقيقة مش متأكدة اذا كانت مونة بالفعل في المستشفى المنصورة ولا في المستشفى العام في الساعات اللي جاية هنعرف هي شغالة فين بالزبط الحقيقة الموضوع بقى ليه جوانب كتيرة جدا واخد اكبر من حجمه هنشوف بقى خلال الساعات اللي جاية ايه اللي هيظهر جديد معنا بنحب لما فيكم بكل التفاصيل علشان نكون كدر كامل للصورة ونعرف كل جوانب واركان الجريمة اللي يحب يتابع الفيديوهات دي اهلا وسهلا واللي يحب كمان يتعرف على التفاصيل بنحب نأكد مرة تانية احنا لمعا ولا ضد لكن بنحاول نبين كل تفاصيلة من تفاصيل الجريمة من ناحية اخرى الدكتور خلد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور ايمان مختار محافظة دقاهلية طلبوا بسرعة التحقيق في الواقع علشان كده تم الابضع لمونام بسرعة طب العقوبة ايه بقى اللي من سنيها وده بقى على حسب المادة 309 تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وده في غير الاحوال المسرح بها قانونا او بغير رضاء المجنع عليه والمادة كمان 309 بتنص على انه يعاقب بالحبس الموظف العام اللي بيرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطته ووظفته يعني زي حالة منا كده ويحكم عليه في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما قد يكون قد تم استخدامه وقت ارتكاب الجريمة كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عليها او اعدمها يعني ياخد التليفون اللي صورت به منا ويعدمه الحياة كان شيء صعب جدا ولحد هنا النهاردة هنكون وصلنا لنهاية الحلقة وده الخبر السريع اللي حبيت ان انا اقوله لكم خاص بوقع تنايرا ومحمد وخلال الساعات اللي جاية هنتابع معاكم التفاصيل الاول باول بشكر كل الناس اللي استمرت معايا لنهاية الفيديو في نهاية الفيديو بندعو نيرا اشرب بالرحمة كمان بندعو لوالدة محمد ان ربنا يصبر قلبها على الازمة اللي هي بتمر بيها الولد والبنت بالفعل ضحايا لظروف كتير بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع للفيديو اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون نال اعجابكم طبعا الفيديو معلواته صعبة جدا لكن اتمنى برضو ان نكون وصل لكم كل جديد بيحصل في القضية دي انتظروني في حلقة تانية من قناة ياسمينتو اليوتيوب و اخبار نقوم اشتركوا في القناة